ممكن يعني لقطة كده أخدت تفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي لما شفنا مدير في فرع بنك مصر بدولة الإمارات العربية الشقيقة كان حديث السوشيال ميديا وطبعا ده بعد ما شفناه من موجة الأمطار الغزيرة والسيول اللي حصلت في دولة الإمارات وطبعا قلوبنا كلها كانت مع أحبابنا وأشقائنا في دولة الإمارات اللي احنا طول الوقت بنقول مصر والإمارات قلب واحد وديم الشعارات دي حقيقة واضحة لما نشوف المصريين موجودين في دولة الإمارات اللي دم الحياة يعني مش شغله أستاذ حزم السويد هنا ما هواش من الناس المتخصصة في ده لكن كل اللي احنا شفناه إنه بينط ويسبح لإنقاذ عيلة علقة داخل عربية في وسط السيول اللي كانت بتواجهها دولة الإمارات وبنفرح بولاد بلدنا الجدعان الصراحة وبنفرح بشهمتهم مصريين يمكن أول كلمة بتتقال علينا في كل حتة في العالم إن المصري جدع وشهم أيا كانت الظروف وأيا كانت التحديات وده اللي تربينا عليه وده اللي احنا عرفناه في ظل الظروف الصعبة دي اللي كل واحد يعني بيحاول ينجو بنفسه فيها هو بيرمي نفسه في وسط المطر وبيروح ينقذ العيلة دي طبعا موقف إنساني كبير وشجاعة كبيرة منه فالفيديو الحقيقة كانت كل الناس بتشيروا يعني روح إيجابية كبيرة وبتشوف الدور البطولي اللي هو قنبيون الحقيقة برضو لو أي مصري ما كانه كان هيعمله طبعا تم تكريمه من قبل دولة الإمارات ومن قبل القائمين على ده في بنك مصر بنقدمه كل التحية وتعظيم سلام ليك من مصر ومن كل المصريين شرفتنا دايما زي ما كل المصريين الحقيقة يعني بيرفعوا راية مصر في أي حتة هم موجودين فيها ده عهدنا طول الوقت وخصوصا مع الدول العربية الشقيقة موسيقى